اهلا مجزيز صباح الخير للكل اذا ايام تفصلنا عن عيد الاضحاء المبارك كل عام وانتوا بألف خير يا ربي ان شاء الله دائما وابدا وينعاد علينا على امتنا العربية والاسلامية على بلدنا على شعبها الطيب على القيادة الهاشمية بالخير واليمن والبركة والسعادة بدنا نحكي في هذه الفقرة عن انه كيف نقضي ايام العيد بامان يعني بدون مشاكل بدون حوادث بدون لا سمح الله اي شي نغص علينا فرحتنا بالعيد وبتجمعاتنا الجميلة وبلمة الاهل عشان هيك معانا الجميلة الملازم نور العبادي من ادارة الاعلام في دفاع المدني صباح الخير واهلا وسهلا فيك صباح الخير سيد سمر صباح الخير كل عم يشوفونا ان شاء الله كل عام وانتوا بخير ان شاء الله بكون عيد رائع ومميز بعيد عن الحوادث اسمحي لي اول نحكي ان شاء الله لحجاجنا برجعوا بالسلام بكون حاجهم مبرور بسعيهم مشكور بإذن الله وخصوصا كمان بعثتنا في الدفاع المدني لمتسبين ومتسبات الجهاز في كل عام لا في كل عام الحقيقة المديري العام للدفاع المدني بتسير عنا بعثة لأداء المناسك وقدرهم كمان بيكونوا دفاع مدني في موقعهم اكيد رح يقدموا الخدم لكل اللي عم يعني يحتاجها بإذن الله شو هي اهم الحوادث اللي بتتعاملوا معاها خلال ايام العيد خلينا نحكي بداية سمر اسمحي لي خلينا نحكي عن اجراءاتنا الوقائية الوقائية اللي هي احنا نحكي دايما درها موقاية خير من قنطار علاج المديري العام للدفاع المدني في كل عام بإشراف إدارة الوقائية وأيضا في عنا شق في إدارة الإعلام وتثقف الوقائية بيقوموا بعدة إجراءات حتى أن نبعد عن الحوادث نكون عيد رائع ونحكي وخالي من الحوادث أول إجراءة نعمل الحقيقة نعمل جولات تفقدية لكل المواقع اللي ممكن يرتادها الأخوة المواطنين زي المولات أماكن التنزه أماكن الترفيهية مناطق اللي برتاد فيها اللي هي أكبر فئة معرض للحوادث نحكي اللي هي الأطفال بيقوموا بجولات تفقدية قبل أيام العيد يعني من خلال الأسبوع نحكي الماضي من خلال الأسبوع الماضي من نصف الأسبوع الماضي لليوم بيقوموا بجولات تفتشية نعمل على صيان نتأكد من أمور الصيانة من جهزية الفرق السلامة الموجودة داخل هاي المواقع والألعاب جهزية الناس اللي عم تشتغل فيها المواقع نتأكد كمان نحكي من أن هاي المواقع آمنة بعيدة عن الحوادث أيضا بنشدد عليهم أنه يا جماعة في ألعاب بتناسب فئات عمرية معينة فإنه ممنوع يكون يعني فيه لعبة بتناسب عمر الخمس سنوات يعني لازم أنه هاي الأطفال يستخدموا هاي الألعاب مش يستخدم ألعاب الدودة وغيرها كمان شغلة تانية ألعاب الدودة بقدر وجبال الروسي وهي الأشياء الأطفال الكثير بيكونوا من دفعين لهذه الألعاب بمصدف فيها ما لازم نسمح لهم يستخدموها وكمان برضو الألعاب اللي بكونوا موجودين فيها تكون بمرافقة الأهل أو الناس نحكي اللي أكبر سنة حتى أنه نكون مراقبتهم الإجراء التاني كمان لسمره إجراء نحكي شدد عليه عطفة المدير العام أنه في عنا من خلال إدارة العمليات مواقع منعرف أنه ممكن تصير فيها حوادث زي أماكن التنزه الأماكن يكثر فيها مسطحات المائية فاستحدثت نحكي فرق الدفاع المدني أو بأمر من عطفة المدير العام أن يكون في عنا فرق متخصصة في هاي المواقع يعني سأهبا لحدوث أي حادث إن شاء الله ما بيصير أي حادث بتكون قريبة نحكي فرق إصعاف وإنقاذ وإدفاء من هاي المواقع حتى أنه ما يصير عنا أي حادث ولد بنداء المواطن بشكل سليم هلأ في بعض المشاكل اللي بتتعاملوا معها بتعانونها كاد فاحداني بتتمنوا أنه ما تتكرر إلى علاقة بتصرفات المواطنين أنفسهم حتى داخل بيوتهم قبل شوك كنا عم نشوف بالصور أطفال بلعبوا مثلا بالسلكة اللي بتولع هاي وصيروا لفوا فيها بالزرط هاي اللعبة التقليدية التاريخية القديمة القديمة وعن نشوف كمان اللي هي الأسهم والفرود اللي فيها المسدسات الخرز الخرز والألعاب الفتاش وغيرها هاي الأشياء قدي بتحاولوا دايما كل سنة توعوا فيها وكل سنة بيجي فيه مصابين من جراءها يعني واحد بلوح بنار ورق فوق راسه يعني هذا شو بده يتوقع يعني أنا برجع هذا اللي نحكي سورك يعني للأسف إحنا وعينا المواطن الأردني عنده وعي كبير الأمهات الأباء أنه لازم نركز على أطفال لازم ندفعهم أنهم يسلكوا نحكي سلوك وقائي وسلوك بعيد عن الحوادث أنه نمنع منهم هاي الألعاب زي الألعاب اللي تفضلت فيها حكيت فيها وأيضا كمان ألعاب الخرز الفتاشات وغيرها من الألعاب اللي ممكن تأذي عيونهم طبعا هاي الألعاب نحكي وخصوصا النارية يعني حتى لو كانت بسيطة هي ممنوعة ولكن قد تكون موجودة في بعض المحلات بعض المحلات بتكون موجودة ولكن يعني للأسف لازم نحن نكون أكثر وعي السلكة هاي بتنشئ يعني مش ممنوعة بس كيف دم يمنعوها يعني موجودة يعني هذا دور الأهل ست سمر دور الأهل أنه لازم نحن نركز على الأهالي أنه يا جماعة أنه هاي الألعاب كثير خطيرة هاي الألعاب ممكن تعمل عندنا حروق لأطفال ممكن يفقد وصر فيها لا سمح الله ممكن تعمل حروق من الدرجة الثالثة أو غيرها الحوادث كمان الأخرى اللي بترتبط في العيد للأسف يعني بتلاقي نحكي هالأباء أو الإخوان بيحبوا يروحوا طلوا على نحكي يوصلوا راحهمهم المجوز بنت بالكرك زي ما بحكوها المجوز بنت ومحافظة أخرى هو سكان عمان الوسط بدون يمطلقوا يعني هي بتعرف عن جد هذي حلاوة العيد وهي بهجة العيد طبعا وهي السروق والإجتماعي اللي تعودنا عليه من شعبنا الأردني ولكن لما أنت تسلك هاي الطرقات وإحنا كمان هون بنضم صوتنا لأخواننا في مديرية الأمن العام أنه تقيدوا بسرعات على الطرق الخارجية تقيدوا بالشواخص حتى أنه توصل لأهلك وتعيدهم بشكل سليم الظاهرة الأخرى بتكون أنه هاي السيارات بتلاقي فيها العيد بلاياتها يعني خمس أشخاص أشخاص يكونوا أطفال والأم والأب وكلها راح تعيد نحن بدنا العيديات والعيدي يا سار بدنا نبسط فيهم عيديات وزدونا العيديات كمان بس أنه بدنا نوصل بشكل آمن 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 وبعيد وبعيد على الحوادث في سلوك آخر ممكن ما ياخدوا معهم الولاد يخلوهم داخل البيت أنت تركت ابنك داخل البيت أو تركته في السيارة موضوع السيارة حكنا عنه قبل هالمرة ولكن خلني أحكي أول شيء عن شق المنزل إذا تركت ابنك في البيت فأنت قاعد بتعرضه لعدة مخاطر إذا كان الطفل غير واعي غير مدرك ولا يعلم بمدى خطورة الأشياء في البيت سواء كان في كهرباء سواء كان في مواد حادة أو مواد كيموية زي مواد التنظيف وغيرها لازم أننا ما نترك الأطفال بمفردهم داخل المنزل ولا داخل السيارة صحيح كثير صار عندنا حوادث اختناق لأطفال للأسف أنا بحكي يعني الحوادث سلال لها الصباح الباكر في أكثر من منطقة في محافظة مادة بصار عندنا حادث أيضا في منطقة سيماركا كما صار عندنا حادث بعمان كما صار عندنا حادث للأسف من ترك الأطفال داخل السيارة الأكسجين داخل السيارة يكون كثير محصور لسه شوب فقدش الطفل بده يتحمل أنه نحكي داخل السيارة بفترة طويلة ما رح يضاين أنه يأخذ أكسجين فيه سلوك التغذوي كمان بالأعياد كمان بيؤدي لمشاكل يعني أكثر شيء برمضان بعيد الفطر لأنه بعد رمضان بيعانوا الناس من تلبكات معوية بس هذا العيد كمان له خصوصية اللحمة صحيح فأتوقع أنه كمان لأنه إحنا لما بنصطديف دكاترة جهاز هضمي بقولوا لنا أكثر ناس تيجي عندها مشاكل تلبكات معوية وتسمم بيجوا بالعيد بعد العيد اسمي وكل هذا والحلويات وغيرها لا إحنا يعني دايما بدنا نحافظ على نحكي أفراد الأسرة إحنا من كل منعرف كل نحكي السيفي المرضي لكل أفراد الأسرة فالناس اللي عندها سكري الناس اللي عندها دهون يعني مرتفعة كوليستيرول وغيرها من الأمراض بدنا ندير بالنا على الموضوع وإحنا كمان لما يجينا ضيف مش ضروري كثير نشد عليه خلص قهوة بتضره لا بدك تشرب بدك يعني نكون إحنا شوية في الكسبل نكون شوية مرنين على الناس اللي بتيجي علينا ودائما نرعي بس يعني حبتين ثلاث مش ثانية زاك المعلاق الصبح بس مش ثانية زاك المعلاق يوم العيد بتعرفي العيد إله إله ريحة وإله بهجة خلص معينة من إحنا صغار متعاودين عليها ولكن العيد إحنا لازم يكون أكثر وعي إنه إحنا نخليها المناسبة سعيدة تمر سعيدة سعيدة تكون إن شاء الله يا ربي إن شاء الله برجع حجاجنا بخير وسلام بكون نحكي رحلتهم مميزة وبعيدة عن الحوادث وأيضا كمان الناس هنا اللي بتعيد إن شاء الله بنعيد ونلف على بناتنا وولادنا ومنبسط إحنا وإياهم ولكن من غير حوادث يا رب سهل على سيرة التغذية كمان يعني أنا بعرف فيه إجراءات على مستوى الدولة يعني على مستوى الحكومة إنه كمان بتلف على المطاعم مختلف تتأكد من جهزيتها لاستقبال اللي الناس اللي بيرتادوا المطاعم في العيد فكمان هنا في جهود مؤسسية أكيد هلأ بالنسبة للمطاعم سامر إحنا كمان عندنا دور في هاي المحلات هاي المحلات بتلاقي فيها البلاي أيريا اللي هي منطقة مخصصة للأطفال برضو إحنا جولاتنا تفقدين لعنناها حكيت من أسبوع الماضي على الفكرة رح تضلها فترة العيد ولكن ما رح تكونوا لابسين الشباب والصبايا وينفورم رح تكونوا لابسين لبسة مدنية حتى إنهم يشيكون إحنا مش غرضنا تفتيش ولا غرضنا إننا يعني نسجل مخالفات وليكن نستي التفتيش في ناس عم بتموت في بعيد من الأرياض صارت في طفل اللعب في البلاي أيريا زي ما قد أقولي وكان فيه تماس كهربائي وراح فيها يعني كان تماس كهربائي من الفولت سيلنج نزل على نحكي كانت هي عبارة عن نحكي زي متاها بتعرفيها الألعاب للأطفال بيستخدموها وكان واصل السلك وبتعرفيه مواد موصل الكهرباء فصار عنا وفا فالمطاعم يعني بصير عليهم صراحة لود أول يوم العيد وستات إحنا كل هذا ما بنا نطبخ يوم من عيدنا الريح حالنا فدايما نختار أماكن كويسة وراع في هالنظافة تكونين نحكي أماكن يعني جيدة نوعا ما وكمان ننتبه على أطفالنا مش إحنا ننبسط بالعيد ونظن الكبار قاعدين منحكي مننبسط ونخلي الأطفال منطقة الألعاب روحوا وشيكوا أولادكم بأي محل بجوز طلع الشارع من المطعم فانتبهوا على أولادكم على أسركم على هالمناسبة لك المباركة أنها تمر بسعادة وبأمن إن شاء الله دائما نتبكر أن أطفالنا هم أمانة في عناقنا فأطفالنا بهجة العيد بلباسهم العيد اللي بنبسطوا فيه خلي عيدهم يكون أحلى نحكي بوعينا وباهتمامنا فيهم من خلال أن نحن نظرنا نهتم حتى في أماكن لعبهم سواء كان نحكي لعبهم عند الأقارب أو أماكن قريبة ما يكون قريب من شارع ما يكون نحكي أماكن مرتفعة ما يكون أماكن فيها خطر والألعاب اللي حكينا عنها كمان إنها ممنوعة يا جماعة الفير الألعاب بشكل واضح إنك عم تشيل بشكل بالضبط يعني موضوع شوي مزعج ولكن إن شاء الله بيكون عيد مميز بالنسبة لإنها نتمنى صلى الله يا ربي أنه يبتعدوا عن كل ما سينغص عليهم هذا العيد نتمنى عيد سعيد يا رب إليك أنت كمان ملازم نور العبادي شكرا جزيلا لوجودك معنا وتحياتنا لكل أفراد الدفاع المدن ومؤسسات الأمنية كلها فيها البلد وتحياتنا لكل المشاهدين اللي يرافقونا بحلقتنا لليوم منذ الصباح منذ الساعة الثامنة شكرا للمتابعة وكل عام وأنتم ألف خير شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة